أنا اللاعب إسام بيدين لعمر 34 سنة لاعب نادل حسين حاليا لاعب في نادل فيصلي الأم اللي راعد فيه لعبت لعدة أندية هون الجزيرة، الصلط، الشباب الأردن بصراحة كرة القدم يعني بتعني إلي إشي كثير مهم يعني كرة القدم يعني مصدر رزقي هي بالأول ثاني إشي الشغلة اللي بفرغ فيها طاقتي الشغلة اللي أنا بحبها بصراحة وبعشقها زي ما بحكوا فترة جائحة كورونا من أول ما بلشت بصراحة هي كانت صعبة على الكل يعني مش بس عرياضة على الكل بشكل عام فهي عرياضيين كمان كانت صعبة من ناحية أنه والله إحنا قاعدين في البيوت كل يوم قرار شكل فيه دوري لا ما فيه دوري اللاعبين تمنمنوا قاعدين في البيت ما عارفين شو بدهم يعملوا بصراحة طولت قاعدتنا في البيت لأنه هي بصراحة كرة القدم يعني زي ما حكيت لك هي مصدر رزقنا يعني إحنا بالأول وبالأخير إحنا منلعب كرة قدم ومنحب هاي اللعبة يعني إحنا تبلغنا من الاتحاد أنه خلاص ما فيه دوري ما رح يكون فيه دوري السنهاي بصراحة يعني الواحد ما كان حاس بحساب الوضع هذا أنه يصير معه أو وضع جائحة كورونا أنه رح تطول ورح تمتد لأشهر وأنه الحياة ظلها بس أنه في البيت وحضر وبصراحة يعني كان الوضع بصراحة من سيء لأسوأ بصراحة بس الحمد لله زي ما بتعرف تكملت بطولة الدوري ورجعنا لوضعنا الطبيعي اللي إحنا نرجع لمارس كرة القدم ونرجع لأندي ونتمرن والروح ونيجي أكيد بالنسبة للمردود المالي أكيد تأثر مو بس على عصام تأثر على الكل يعني بصراحة وإحنا يعني من بداية جائحة كورونا ولما رجع الدوري لأندي يعني كلها بصراحة كلها قفضت عقود اللاعبين أو رواتب اللاعبين بس إنه في سبيل إن مشي الموسم هذا كونه موسم استثنائي بكل إشي كان يعني من ضل الظروف اللي إحنا واجهناها لما تكون مأقلم حالك إنه دخلك الشهري فرضا كذا المبلغ كذا ولما يجي فرضا يحكي لك لأ أنت بدك تنزل من راتبك إنه بسبب جائحة كورونا فالأمور هيك بتصير شوي صعبة عليك إحنا بصراحة كلاعيبة بنسبة للبروتوكول الصحي إحنا تقريبا كل أسبوع قاعدين منعمل فحص كورونا كوضع مباريات وتمارين يعني إحنا خلاص صرنا متعايشين مع الوضع يعني بصراحة كمامتك تغسل إيديك أوعيك حمامك بصراحة متعايشين مع الوضع بتمنى الاتحاد الأردني ينظر للاعبين بشكل أكبر من هيك لأنه اللاعبين أنا بصراحة بمجهة نظري اللاعبين كثير مظلومين هون بتمنى أنه يدعموهم أكثر من هيك بتمنى أنه يعملوا زي صندوق لللاعبين للمدربين بصراحة الموسم إذا ما تكمل رح يكون سيء على جميع اللاعبين بصراحة لأنه مصدر رزقهم من وراء كرة القدم بصراحة ترجمة نانسي قنقر